موسيقى موسيقى مساء الخير أحبائي وأعزائي كل سنة وانتوا طيبين نهاردة أحد الشعنين حد الزعف كل عام وأنتم بخير وهو دخول السيد المسيح إلى أورشاليم والناس رمت له الزعف تحت الجدي والأمصان وملابسه هذا هو الملك السمائي وملك الأرض لكن كانوا فاكرين اليهود أنه هيجي يخلصهم من رمان ولكن ربنا جاء يخلصنا من خطيئة قضيتنا الأيام دي عن قضية خطر المسيحيات مش هعمل أي مكرنة ولا هعمل أي حاجة غير أننا هتكلم وأقول إيه الفرق بين البابا تودروس والبابا شنودة البابا شنودة الله ينيح روحه اعتكف في دير الأنباب شوي احتجاجا على خطف المسيحيات أضاف البابا شنودة الثالث بطريارك الأطباط الأورزوكس بعد جديدا للأزمة في أوساط الأطباط المصريين عجب الأنباء التي ترددت عن اختفاء زوجة أحد القساوسة في مدينة أبو المطرمير بمحافظة البحيرة شمال غرب العاصمة المصرية بعد إشهار اسمها حجزهب البابا للاعتكاف في دير الأنباب شوي بوادي النترون وألغى عزة الإسبوعية التي يلقيها مساء كل أربعة في قدرية الأطباط الأورزوكس في ضحية العباسية شرق القائرة في إشارة على عدم رضاء عن الأوضاع القائمة ويعتبر لجوء البابا شنودة إلى الاعتكاف في دير الأنباب شوي تعبيرا عن الاحتجاج على وضع ما وهو إصدوب يلجأ إليه إلى البابا شنودة الثالث حينما تتوتر علاقاته مع الدولة وكان موقع قبطي على الإنترنت قد ذكر أن فتاة المسيحية تدعى نور عبدالله فاهم من مدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد التي تبعد عن القاهرة حوالي 500 كم قد اختفط أيضا وأشعر الموقع إلى أن نور تعمل في مستشفى الفرافرة بنفس المحافظة وهي خريجة نعط صحي أسيود ويعيش والدها في قرية غرب المنغوب مركز الداخل وهي مقيمة بالمستشفى التي تعمل فيه تحت التدريب وقد شجع شاب مسلم غير مسيحي يعمل عامل بنفس المستشفى اسمه تامر عبدالحكيم مقيم بقرية الكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد وهو أصلا منت ديكرنس على الاختفاء معه من حوالي شهر تقريبا وقد ترددت الأخبار بأنه قد تزوجها زواجا عرفيا ولكن اليوم تردد أنها أشهرت إسلامها حتى الآن وقد أبلغ والدها الجهات الأمنية والسياسية بالمحافظة وأشار الموقع إلى أن القمس بشوي المحرقي المسؤول عن الخدمة بالوادي الجديد قد أبلغ كل الجهات التي تعطبت مع الموقف بكل اهتمام ولكن حتى الآن لم يعصر عليها ولم تعد هي أو الشاب وإلى عملها حتى الآن وقد أبلغ والدها مدير النيابة العامة متهما الشاب بتحريضها على الهروب وأمرت النيابة بضبه من جانب آخر نجحت السلطات المصرية مؤخرا في عقد لقاءه بين السيدة وفاء قسطنطين وخمسة من مطارنة الكنيسة المصرية لمناقشتها حول ما أعلن عن اعتراق الإسلام وذلك في محاولة منها لاحتواء الأزمة المصارى في مصر بعد أن صرت شائعات فحواها أن وفاءه اقتطفت أيضا وأقبلت على اعتناق الإسلام وبحسب تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط فإن قسطنطين بدأت علاقتها بالإسلام منذ حوالي عامين وعندما شهادت أحد البرامق التلفزيونية بالسطرة وكان يقدم شرحا وتفسيرا بإحدى الآيات القرآنية فاكتشفت أن القرآن يتحدث بلغة العلم الحديث ولأنها درست العلوم والزراعة كما تذكر فقد تأنت وفاءه في تقديرها للموقف وطلبت من أحد زملاء المسلمين التي تسق به أن يمدها بكتب عن الإسلام وتفسيره فاكتشفت أن الإسلام ليس كما عرفت دين عنف وتكفير الآخر فقررت اعتناقه من دون أن يدرك أحد أو يعرف سرها إلى أن حدثت الثورات الأخيرة وقد تصبب اعتناق المهندسة وفاءه كسطنطين الإسلام بصورة غضب بين بعض أوصات المجتمع المسيحي وذلك رغم تجهيب وزارة الداخلية للأقبار التي أفادت بخطف وفاء وتأكدها أنها السيدة البريغة من العمر 46 عاما أسلمت بكامل إرادتها وطرقت بيتها في مدينة أبو المطمير في محافظة البحيرة في ديلتا مصر 146 كم شمال القارة من دون أي جدوى أو ضغوط خارجية تفضل إشارة لأن وفاءه كسطنطينو مسيحية المولد والمنشأ ولز في عام 1959 في محافظة المنينيا أو المنوفية بديلتا مصر الأسرة المسيحية تملك المال والسمعة الطيبة عاشت في محافظة المنوفية 23 عاما مع عائلتها عائلتها قبل أن تنتقل إلى مدينة أبو المطمير عقب زواجها ملامحها هادئة وهي بيضاء مشربة بحمره وتحرس الآن على ارتداء الحكاب الذي يغطي شعرها تصلي في الخفاء وفي مطلع السمانيات حصلت على أجهزة جامعية في الأندسة الزراعية ثم تزوجت من أحد القصاوسة وأنجبت منه ابنا هو الآن مهندس وابنه تدرسه في كلية العلوم وابنة أخرى تدرس في كلية العلوم جامعة الأسكندرية وحينما شاهدت بالمصادفة أو شاهدت بالمصادفة برنامجة تلفزيونية في التلفزيون المصري تناول فيه أحد المتحدثين تفسيرا للقرآن بشكل مبسط فاكتشفت أن القرآن الذي نزل على رسول الإسلام منذ ما يجيده على 1400 عام تحدث بلغة بسيطة يفهمها الجميع فبدأت أن تركز فيما تسمع حتى نهاية البرنامج التلفزيوني ويتشعر بشيء غامض ينبض به قلبها وكان صدرها ينشرح كما تقول لشيء مجهول لا تعي ما هي طبيعته ولأنها درسة العلوم الزراعية اكتشفت أن الإسلام ليس كما عرفت الدين عنف أو تكفير للآخر ووجدت فيه إجابات عن أسئلة كانت تشغل تفكرها منذ سنوات وكلما قرأت وتعلمت أدركت سلامة موقفها وصحته فزاد تمسكها بالإسلام الذي أطنقته دون أن يدرك أحد ذلك أو يعرف أحد سرها أعتقد هذا كل الكلام بالنسبة لكلام غير صحيح كلام إعلامي فكانت تصلي في غياب أسرتها أو في حجرتها لا تنسوش أن تجوزها كاهن بعيدا عن عينهم بعد أن تغلق عليها الباب بالمبتاح وقد صامت شهر الرمضان قبل الماضي والماضي مبررة امتناع عن الطعام بألم حاد ينتبه بين الحين والآخر في معدته إلى أن وفاء لم تدرك أن عين ابنتها كانت تشعر التغيير الذي ألم ابو والدتها حتى كان يوم مستمعت فيها الإبنة المحادثة هدفية بين وفاء وجميلها المسلم الذي كانت تطلب منه أحد الكتب الدينية وكان ذلك منذ عام وعن ذلك اليوم ذكرت وفاء وصحيبة الشرق الأوسط أنها تعجبت من عدم خوفي من اكتشافه ابنتي للأمر الإسلامي ووجدتني أهدئة وأحدث عن الإسلام لإقناع بي ولكنها لم تقتنع فطلبت منها عدم كشف سري طلبت منها عدم كشف سرها واستمر الحال به إلى أن شعرت قبل رمضان الماضي بأنني لا أستطيع أن أحيا طيلة حياتي بهذا الأسلوب وخاصة مع زوج غير مسلم فصرحت زميلي بما يعتمل في داخلي فوعدني بتدبير الأمر وبالفعل نجح في أن يجد لي مكانا خارج مدينتي لدى إحدى الأسر المسلمة في القيرة وكان من المكرر أعطق البيت قبل رمضان وآتي للقيرة لإشهار إسلامي إلا أن ابنتي كانت تضيق علي رقبتها بعد أن شعرت بما أنوي فعدته وشعرت بما أنوي به فلم أفلح بترك المنزل قبل رمضان وكلها هي هواجس أخرى تحكيها الروايات الساذكة وتقمن وفاء قصة بأنها نجحت في إقنع أسرة منذ ثلاثة أسابيع في الزهاب الأسكندرية لقضاء عدة أيام في شقة ما التي يمترقونها هناك كان ذلك يوم جمعة وبالفعل قضت ليلتها في الإسكندرية وفي صباح السبب حضر لها زاملها الذي أحبته الذي اضطحبها إلى القاهرة دون علم أحد وتوجع بها إلى تلك الأسرة المسلمة التي كان قد تفق معها على صدافة وفاء قسطنطين الشخصية التي اندذرت وراء عطفتها ولم تذركوا عقلها بأنها لها أسرة وبأن لها دين وهو الله ورحبت الأسرة بوفاء وأحدثتها بالحنان خاصة عندما بكت مع اقتراب عودة زميلها إلى مدينتهما متذكرات ابنها وابنتها فما كان من رب العائلة المضيفة لها إلا أن أخبرها أنها بإمكانها العودة إن أرادت فردت عليه مؤكدة أنها اختارت تركها الجديدة رغم شوقها الكبير لأولادها إنها اختارت ربها وقد استحب رب الأسرة وفاء إلى قسم الشرطة الإزبات وحالها وسمعوا أقوالها في إنها جاءت بمحضر رتتها بعدها زابت إلى مباحث أمن الدولة التي استمعت لها وسألتها عما إذا كانت تعرضت لأي الضغوط لإكبر على الإسلام فنفت ذلك ثم سألوها إذا كانت ترغب في العودة لأبنها وعالتها فأكدت لهم عدم ندمها على اختيارها وعندها إذن سألوها إذا كانت تريد الانتقال إلى بيت الآخر أو مكان إقامة غير الذي تقيم فيه فأكدت لهم راحتها مع تلك الأسرة المسلمة التي تحيطها بكل رعاية وخرجت وفاء دون أن تعلم أن هناك نوع المشتعلة بدأت بشائعات في مدينته بأن المسلمون خطفوها لكبروها على الإسلام وتتعجب وفاءك إلا لم أتخيل يوما أن تحتل أخبار كنوات الأخبار والصحافة العالمية وأن تقوم وتندلع المظاهرات بسببي ولكن أقول لأي مسيح أنني اتخذت قراري بمحض إرادتي دون أي ضغوط لقد عربت طريقي وانشرح قلبي على مدعمين كما أنني لست فتاة مراهقة أو غير ناضقة من الممكن التأثير عليه وده زي ما حصل مع مريم وهيب ومش عارفين الحقائق فين والدنيا فين الأخت عبير بطل فتنة أشهرت إسلامي وهربت إلى بنها وهربت إلى بنها وعلم أهل فسلمون القدرائية وحاولوا إجبار لتغيير دينته إنها تتهم القدرائية نشر موقعها الجماعة الإسلامية حوارهم مع عبير طلعت فقري بطلة أحداث الفتنة الطغفية بن بابا وتنشر الحوار كاملا نريد أن يتعرف القارئ على حددك أنا اسمي عبير طلعت فقري امرأة مصرية عشت على أرضها وشارت من يولها واستمشقت من هواؤها أنا امرأة مصرية من أبوين مصريين كادحين من أجل أربع منات وأخ وأنا أكبرهم سنا أعيش بمحافظة أسيوتو مركز الساحل عذبة الشيخ وشحاتم واتحقت بالتعليم مثل كل فتاة تريد أن ترتقي بمجتمعها بعيدا عن الجهل والتخلف فحصلت على دبلهم تجارة ثم اتحقته بمعد دراسة الخطوط هل أنت متزوجة؟ نعم تزوجت مثل كل فتاة بشاب متقدم للزواج به من نفس ملة المسيحية ولكن للأسف لم يكن كما يظن به والدي أنه حسن الأخلاق كريم المعاشرة لماذا تلمحين أن زوجك لم يكن حسن الأخلاق ولا كريم المعاشرة؟ بأنه أساء معاملتي وأهنني حتى وصل به إلى أمر أنه تأمني في عرضي وشربي وده أكيد كلام حصل حقيقي حتى أن من سوء أخلقهم رماني الفاحشة مع أخيه وحاولت الصبر عليه مرضاءة لربي حتى جاء يوم وأنا أحامل بشار الثامن وأخذ بالإعتداء علي نفسياً وبدنياً حتى جرح وجهي وتلون بلون يدل على قصوة ذلك الذي أقسم كذباً أمام الرب أنه سيحافظ عليه ولم يكتفي بما فعله بضربي وأهنتي وتعاريد جنيني للوفاء بل تردني من البيت كل ذلك لمجرد أنه عرف أن الجنين أنسى ولماذا لم تلجي إلى الشرطة أو القانون لحمايتك منهم؟ عندما ذهبت إلى بيت أهلي ورأت أمي ما لاحق به ساءها ما رأت على وجهي وجسدي من أصار الإجرام وأرادت أن تقدم إلى الشرطة شاكية زوجي الذي لم يحصل عشيرتي ولكن حالة بين ذلك أبي خوفاً من كلام الناس هل رجعت إلى زوجك مرة أخرى؟ مكست في بيت أهلي بعد دعا ولادة طفلتي سنة وأربعة عشر لم يرى زوجي ابنته كل تلك المدة ولم يعروها أي اتمام ولم أرجع عليه وهو لم يكن يريدني كيف كانت بدايتك مع الإسلام؟ تحدثت مع بعض زميلاتي وجميلاتي عن الإسلام حتى استقر في نفسي أن أغير وجهتي شطر المسجد الحرام وظنا أننا نعيش في عصر الحرية والقرام والإنسانية وحرية اختيار العقيدة التي كفرتها كل المعصيق هل أشهرت إسلامك؟ نعم أشهرت إسلامي بالأذر الشريف فقد سفرت مع زميل لي في معاد الخط إلى القاهرة زميل آخر لأشهر إسلامي وهو الأستاذ يسين سابت الذي وقف بجانبي في تقديم الأوراق والتوصيق بالأذر وتم ذلك في 23 ستمبر واتخذت لنفسي اسما جديدا وهو أسماء محمد أحمد إبراهيم مع ما أسمعه من محاولات الضغط علي البعض للرجوع إلى القصر عن معتقدتهم أسرت البعض عن بلدي التي أحبها وأعشقها ولكن ماذا أفعل وأنا أمرأة ضعيفة تريد أن تعيش وتحيا في حرية وكرامة؟ وأين ذهابت بعد أن وصقت إسلامي ذهابت إلى قرية التي تتبع مدينة بنها عن طريق رغل بالليادي اسمه جعفر؟ هل كان أهلك يعلمون أين تعيشين؟ لا لم يكن أحد يعلم أين أسكن حتى أول شهر مارس الماضي ماذا حدث؟ هل علم مكانك؟ تقلبت الأيام معي تقلبا سريعا ومعنا سائم صورت 25 يناير اختلفت مع بلدياتي جعفر على بعض المال القليل فوش بمكاني لأهلي فسرعا لما أتوا عليها عجلي وأخذوني هل رجعت إلى زوجي أم بقيت في بيتهلي لم أرجع إلى زوجي ولم أجلس في بيتهلي فإلى أي مكان ذهبت أنا لم أذهب ولم أتحرك أنا أهلي سلموني لكنيسة أسيوت فكانت بداية سجني واعتقالي في أول شهر لمارس 2011 فتم مكسي سجينة في دير السيدة العزراء بأسيوت حوالي 8 أيام ثم تم ترحيلي إلى دار المسنيات بأسيوت ومكست بها قليلا ثم رحلتني مرحلة أخرى تلكنيسة إلى فندق يتبع بعض المسيحيين بأسيوت واستمرت الترحيلات بين عشية وضحاء بين كنيسة وأخرى حتى تم ترحيل القائرات تحت إشرافة كان كنيسة أسيوت وفي القدرية بالعباسية تم الضغط علي ليسلبوا مني حريتي وكرمتي في اختيار معتقدتي ومع الخوف وفقتهم ظاهريا حتى لو أصاب بأذى حتى ظنوا أنني قد رجعت عن الإسلام أنت كذابة كل كدب الكنيسة ولا تعمل أي حاجة من الكلام ده عندما ظنت الكنيسة أنك رجعت عن الإسلام هل ترقتك تأخذ حريتك بالتنقل؟ لم تترقني وتم نقلي آخر إلى سجن آخر ما أتقل بمحافظة الجهزة وتحديدا في منطقة إمبابا وضعت في السجن الخاص ذو شبابيك حديد ومعزول لا يستطيع أحد الخروج منه كل الكذب وإنسانة كذابة أنا مجهد بسكن القديس يوحن القصير الملحق والمناسك لكنيسة المينة وكنت معزولة عن العالم وفي ذلك تلك الفترة وحتى وأنا في محبسي بسكن القديس بسكن القديس ويوحن القصير لم يكن يفتح الباب إلا عن طريق كهنة أو أنا فيش حاجة اسمها كهنة أصلا وذلك لمجرد إدخال الطعام فقط ولماذا استمر حبسك؟ ما كنت في هذا السجن حوالي ثلاثة أيام حتى يأخذوني قصرا إلى السجن المدني لتغيير أوراقي وميورب الإعادة هل كان هناك فرصة للخروج؟ لم تكن هناك فرصة غير أنني اتصلت بأستاذ ياسين سابد عن طريق تلفون محمول استطعت أن أحصل عليه حصلتي منين مش عارف وأخبرته بما سيحدث من خروجي مع بعض الكهنة السجن المدني وقلت له جاي السيارة حتى إذا خرفت معهم إلى السجن المدني جريت منهم وتأخذني بعيدا عنهم وحلو الفيلم الهندي بنت تحكيه وقالت ما ذلك لا لم يحدث لأن الأحداث كانت أسرع ماذا تقصدين بالأحداث كانت أسرع؟ سمعت أصوات في الشارع والكنيسة وجلبة كبيرة فجأة جاءت الرئيبة وعليها علامات الارتباك والحيرة والإطراب وهي تقول خذي حقتك وخرجي من هنا بسرعة إحنا برئين منك ومن دمك وفي النفس الوقت لنك تلفون محمول وإذا بالصوت يقول أنا رئيس المباحث أنت فين يا بنتي؟ ولكني خفت وقبلت التلفون وخرجت إلى الشارع وسط إزدحام شديد وهوجة كبيرة فأخذت تكتك لأرحل بعيدا شاكرا الله على نعمة أن الجاني من سجني ومعتقلي راجية ألا أعود إليه مرة أخرى ولأحد الناس نفيش رغبان ولا رهبات في نفس الدير يا كل الكذب بكذب وكل كل كلام في كلام وملوش أي نوع من معنى جدل المصرية حول تزايد أعداد المسيحيين المتحولين إلى الإسلام بعد أيام قليلة من صدور وحكم قضاء في مصر بحق المسيحة التي عطنك الإسلام بالعودة إلى المسيحية سيادة الأوساط القبطية المصرية موجة من الغضب الشديد بسبب تصريحات الدكتور محمد عمر عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأذر بأن مصر أو بأن مصر تشهد أكبر موجة تحول من المسيحية إلى الإسلام وقدرت صحيفة الدكتور المصرية اليومية المستقلة في عددها عدد المتحولين بخمسة ألاف سنويا دون أن تحدد الجهة التي استقت منها هذا الرقم وذلك في معرض تقريره ناقش خلفيات تصريحات عمره التي قال الأسبوع الماضي أي كلام هاتش في هاتش كان عمره نفسه قد أصال غضب القيادات الكلسية المسيرة في يناير ورفعت ضده دعوة قضائي أمام النائب العام المستشار بتهم التكفير الأجباط وأستباح الدماء المسيحيين وعمالهم فتنة التكفير بين الشيعة الوهبية والصوفية وقال الشيخ عبدالله مجاور رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر أن عدد المسيحيين والمسيحيين الذين يشهرون أسلامهم في الأزهر يتزاد بشكل ملحوظ مؤكدا أن عددهم يقترع من الخمسة ألاف لكن الأزهر لم ينشر أرقاما محددا وسوف نكمل باقية القصص مرة أخرى ومن ننساش أن زي النهاردة كانت في محاولات لشهداء البطرسية القدسين في هذا الحادث الأليم نطلب لهم أنهم يشفعوننا ويصلوننا وربنا يتمجد ويكون كل شيء على خير مساء الخير أحبائي وأعزائي أصدقائي ومشتركين وكل الجمال وكل الحب لكل مشتركين الشخصيات الجميلة المحترمة التي علقت تعليق إيجابي وبصفة خاصة كلا من وهب ووان تو الشخص المحترم اللي بيقول لي اتكلم زي ما تحب مدام ما بتقلش أدبك على حد ولا بتهين حد قدم أخبارك وشغلك واشتغل على نفسك عادي كلنا بنشتغل على نفسنا وبنتطور واللي مش عاجبه ما يسمعش ما تضيقش من التعليقات السلبية كل احترامي وكل شكري لهذا الشخص المحترم فكس من التعليقات الجميلة أيضا هناك بعض التعليقات الأجنبية الرائعة من الكثير من التعليقات التي تحبك أن تجعل الناس التي لا تحبك بالتعليقات يعني يعبر عن امتنانهم هنا واحد يقول الناس اللي بتحبك لا تحبهم بالتعليقات ليه؟ ده بالنسبة للفيديو اللي هو اللي بحاولوا انهم يقبضوا على الشباب بسبب انهم كانوا بيوزعوا وجبات افطار رمضان لكن موضوعنا نعرضه هو موضوع جميل وخطير جدا جدا المسيح هل هو اله حقيقي؟ طيب الله سلاسة ام واحد طيب عايز اقولك الحاج الشمس وورع النار ما تقدرش تشوفها القهد النور انت شايفه بعينيك الابن الحرارة اللي انت بحسها الروح الكبس الانسان بارعا جسد ونفس وروح مش هقول يا نفس لا او يا جرجس كذا فهمت ازاي بكلم كل شخص بنفسه الشمس هي قرص الشمس كذلك الانسان هو انسان بالنديب اسمه طيب هل المسيح حقيقة ام شبه لهم؟ المقال ده جميل جدا جدا لقد امن المسيحيون عبر كل تاريخهم وعصورهم بناء على ما سبق انه تنبق ابيه اباء وانبياء العهد القديم من إبراهيم الى موسى وجميع الانبياء وكتاب المزامير الموحة اليهم بالروح الكدس وما دونه العهد الجديد تفصليا عن المحاكمة والصلب والقيامة وقراز التلاميذ المسيح ورسل هل المسيح صلب ام لا؟ الحقيقة لم يشك احد من المسيحيين او اليهود ان المسيح صلب بل اليهود اعترفوا بان المسيح هو التي صلب ولم يقل احد بان المسيح لم يصلب او يقتل قبل مجيء الاسلام كما لم يقل احد بذلك غير الاخوة المسلمين ما حتى تشعر الكلام ده غير الاخوة المسلمين وذلك بناء على تفسيرهم لما جاء في القرآن في توبيق اليهود وعن كفرهم وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وان الذين اختلفوا فيه لب يشك منه ما لهم به من علم الا اداء الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ده من النساء سورة النساء اية وحيدة ونص غير واضح امن المسيحيون كما كنا منذ البدء بصلب المسيح وشرح كتاب الاناجيل باوجه الاربعة وبقية اصفار العهد الجديد حادثة الصلب تبصيرية بل كانت قصة الصلب هي اول من قرز به تلميذ المسيح والرسل وقدموه للعالم اجمع واول ما كتبه بالانجيل كما صبب انه تنبأ عنه انبياء العاد القديم وايضا ترسلية وعرف ذلك العالم عنه ولم يقل احد بعدم صلب المسيح حتى جاء نص الاية القرآنية وبعد انتشار المسيحية باقسر من ستمائة سنة في قولهم الاية التي ذكرناها ولو ابترضنا بذلك هذا فلماذا لم يؤمن اليهود بانه صلب كما تقول هو ان الذين اختلقوا به لا يشك منه وما لهم به من علم الا البعض ولم يشك احد لا من اليهود ولا المسيحين ولا من الرومان او غيرهم في حقيقة ان المسيح هو الذي كان مصبوبا بالفعل وعبارة ولكن شبها لهم لا تقول صراحة ان كان المقصودة هو لالقاء شبه المسيح على اخر كما يقول اصحاب نظرات الشبه ام انها تقصد شيء اخر يقوله من الامام الفخاري الرزالي في ترسيله وابن كثير في كشافه شبه مؤسند الى ماذا ان جعلته الى المسيح فهو مشبه به وليس بمشبه وان اسنته الى المقتول فالمقتولة لم يبرد طيب ان كل الضمائر الموجودة بالآية وانخصة بالمصبوب تعود جميعها على المسيح وليس على اخر يمكن ان يخترط انه المقصود ولم تقل من هو المصبوب صراحة سواء كان المسيح او غيره ولا من هو الذي اركي عليه الشبه ان كان هناك من اركي الشبه عليه ولا من هو المشبه ولا من هو المشبه به ولا كيف نجع ان لم يصلب ولا كيف تم ذلك ولا متى تم ذلك ولا تقول لنا اي تفاصيل توضح المعنى المقصودة بالآية ولا يوجد القرآن اي غاية غيرها توضح ما جاء به بل بالعكس توجد ست ايات قرآنية تتكلم عن موت المسيح ووفاته قبل رفعه وتلمح لقتله فقد قيل عن لسان المسيح والسلام علي يوم مولدته ويوم موت ويوم ابعث حيا وهذا نفس ما قيل عن يحنى المعمدان يحيى ابن زكريا وسلام علي يوم مولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا والمعروف بالمسيحية والاسلام ان يحنى المعمدان مات قطيرا على يد ارودس الملك ولقد اتينا موسى الكتاب ووقف من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البيانات وايدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففيه رقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون البقرة والآية هنا تؤكد على تجذيب اليهود لفريق من الرسل وحقيقة قتلهم لفريق اخر وفي نفس الوقت لا تسكن من الفريقين سوى موسى وعيسى ومن ثم فأحدهم من الفريق الذين كذبوه والآخر من الفريق الذين قتلوا الذين قالوا ان الله عاد الينا ان لا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار كل قد جاءكم رسلة من قبلة بالبيانات وبالذي كنتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين العمران والمسيح هو اوى اكثر من حسب المعاجزات وبالبيانات بحسب ما ذكر فيها الكرآن وهو الذي انجل الله عليه مائدة من السماء بناء عطرب الحوارين اذا قال الله يا عيسى اني متوفيك ورفعك الي ومطاهرك من الذين كفروا وجاء على الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون العمران وهنا تتحدث الآية عن الوفاة قبل الرفع الى السماء مباشرة واذا قال يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الى عين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي حق ان كنت قلت فقد علمته تعلم ما فيما نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت عدام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني بي ان اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد وهذه الآية تتحدث عن الوفاء قبل الرفع ايضا ولكن الاخوة المسلمين تفسيرات عديدة لقوله متوفيت او لما توفيتني وايضا في زمن الموت المقصود في قوله ويوم اموت وباقتصار فنص آية الشباء لا يوضح للمفسر اي شيء يخص نهاية المسيح على الارض ومن الصعب جدا ان نقول انه ينفي صلب المسيح لانه لو كان يقصد ان المسيح لم يصلب حقيقة وقد ملأت عملية صلبه اكثر من سلسل عاد الجديد كما كان ملأت الاب القتب التي كتبها اباء الكنيسة في نهاية القرن الاول وما بعد ذلك لكان القرآن قد شرح عملية عدم صلبه والقاء شبهه على اخر بالتفصيل كما فعل بعد ذلك بحوالي الف سنة الذين زوروا كتاب انجيل برنابا الخرافة المذاهب فقد كان مبيتا في نية من كتب هذا الكتاب المذاهب ان يؤكد النظارية لقائله بعد ان صلب المسيح فالفه قصة القاءة شبهه على يهوذة واقول انه لو كان في نية القرآن القول بعد ان صلب المسيح لكان قد تعلم ما فعله من كتب هذا المكتاب المذاهب ولكنه لم يفعل فماذا نفهم من ذلك والعجيب بل والغريب انه عند ترجمة قوله ولكن شبه الام الى الانجليزية كما جاء بترجمة القرآن المعتمدة من مجمع البحوث الاسلامية لا يعطينا اي معنى واضح سوى قوله So it was made to appear to them اي ظهر لهما كذا او بدأ لهما كذا وهذا الكلام في حد ذاته لا ينفي وقوع الصلب على المسيح مطلقا نوضح ذلك في الفصول التالية كلامنا المرة الجاي مناظرة هل المسيح صلب بين جوش من دويل واحمد دداد وده اللي احنا هنكمله ونشوف روايات الشبه اللي رواها المفسرون وارجو قال لا احد يزع ما يزعلش مني ولا يتضايق مني احنا كلنا نقاشات وحوارات جميلة ورائعة وحوار يعني اجابي ان شاء الله وما يكونش فيه اي مدايئ لأي حد والأي شخص من حق كل انسان يعلق ويقول اللي هو عايزه شكرا لكم احبائي وعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين